المجلد الحادي عشر من ابن أبي الحديد يقول كتب معاوية نسخة صفحة 44 نسخة واحدة إلى عماله بعد عام الجماعة يعني بعد أن استلم السلطة وكل شيء صار بيدا مولانا يعني بعد شهادة الإمام أمير المؤمنين وبعد تنازل ماذا يسموا عام الجماعة يعني المسلمين صاروا يدا واحدة وهذه قضية أهل السنة والجماعة ترى هذا اللفظ وضعه معاوية ترى ما مربوط بأصحاب رسول الله هذا مقصود أهل السنة والجماعة يعني الذي كذا ماذا في عهد من في عهد معاوية أعزائه هذه التسمية متسمية أصلها أصحاب النبي أو أصحاب النبي وإنما أصلها من بني أمير يقول كتب نسخة واحدة تعميم مولانا رسالة تعميم مولانا إلى كل الدوائر إلى عماله أن برأت الذمة ممن روى شيئا من فضل أبي تراب أهل بيته إذا برأت الذمة يعني شئ نمولانا ها يعني يعني اقطعوا عن الراتب يعني يسجان يعني لا تقبل شهادته يعني لا تعطى لعطى وظيفة يعني يعني إلى آخره مغضوب عليه فقامت الخطباء في كل كورة وعلى كل منبر يلعنون عليا ويبرؤون منه ويقعون فيه وفي أهل بيته وكان أشد الناس بلاءا حينئذ أهل الكوفة لكثرة من بها من شيعة علي فاستعمل عليهم زياد بن سمية وضم إليه البصرة فكان يتتبع الشيعة التفت زياد لماذا لأنه كان منهم فاديهم انقلب عليهم وهو بهم عارف لأنه كان منهم أيام علي فيعرفهم فردا فردا مولانا فقتلهم تحت كل حجر ومدر وأخافهم وقطع الأيدي والأرجل وثمل العيون وصلبهم على جذوع النخل وطردهم وشردهم عن العراق التفت جيدا وكتب معاوية هذه رسالة مولانا الأولى رسالة الثانية وكتب إلى عماله ألا يجيزوا لأحد من شهادة علي وأهل بيته شهادة وكتب إليهم إلى آخرين حتى وصل الأمر أن الناس الذين سموا أولادهم علي حولوهم صاروا علي فلهذا أنت الآن لو ترجع للتاريخ والناس اسمهم شن ها اسمه شنو مولانا علي هذا مسكين أبوه سما علي فمن صدرتها إلى أوامر قال الآن راح تقع المصيبة علينا فبدل اسمه إلى شنو ها إلى علي تقول لي سيدنا وين هذه التفت لي جيدا وين هذه هذه سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي أعزائي التفت هذا واحد من كبار الأئمة علي بن رباح علي بن رباح يقول هو الإمام الثق أبو موسى اللخمي المصري قال أبو عبد الرحمن كانت بنو أمي إذا سمعوا بمولود اسمه علي قتلوه فبلغ ذلك رباحا أبو فغير اسم ابنه مولانا سوا شنو علي مولانا ثم شنو صدر أمر مولانا معاوي التفتولي جيدا حتى تعرفون من جهة تسقيط شخصية منه يعني أهل البيت سلام الله عليهم ومن جهة أخرى ماذا ها رفع شأن أعداء أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام التفت لي جيدا التفت أعزائي يقول ثم كتب إلى عماله أن الحديث في عثمان قد كثر وفشى في كل مصر وفي كل وجه وناحية فإذا جاءكم كتابي هذا فادعوا الناس إلى الرواية في فضائل الصحابة والخلفاء الأولين التفت جيدا التفتوا لي أعزائي ولا تتركوا خبرا يرويه أحد من المسلمين في أبي تراب إلا وتأتوني بمناقض له في الصحابة ما وردت رواية في فضائل علي بن أبي طالب أن تحولوها إلى ماذا إلى طعن في علي وهذه الفضيلة حولوها إلما إلى غيري فإن هذا أحب إلي وأقر لعيني وأدحض لحجة أبي تراب وشيعته وأشد إليهم من مناقب عثمان وفضله يقول مولانا همات ينا فبدأ منه فبدأ مولانا القراء والنساك والعلماء بطعن علي وماذا ووضع الفضائل في حقي مخالف ونشأت أجيال على هذه يا عزائي إلى زمن عمر بن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز تاريخ مولانا مئة من الهجرة يعني حدود ستين سنة هذا الوضع كان موقع هو أول من رفع اللعنة عن علي وأولاد علي وأهل بيته على المنابر مولانا وإلا كان الوضع قد وصل إلى أمر أنه إن لم يبدأ باللعن لعن علي وآل علي وإن لم يختم بذلك يقال له تركت السنة وين السنة إذن لا تستغرب عزائي بيني وبين الله علي بن أبي طالب هو الذي بني الإسلام عليه وعلى أهل بيته يصل الحال إلى أنه السنة تكون بماذا ها ها بلعن يقول وقد روى ابن عرف المعروف بنفطوي وهو من أكابر المحدثين في تاريخه قال إن أكثر الأحاديث الموضوعة في فضائل الصحابة افتعلت في أيام بني أمية تقربا إليهم بما يظنون أنهم يرغمون به أنوف بني هاشم ترجمة نانسي قنقر